السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن طريق التقسيم الاسم الرباعي إلى أسماء منفصلة بحيث يكون كل اسم في عمود منفصل الاسم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة كما في هذا الجدول تحويل هذا الجدول من هذا الشكل إلى هذا الشكل نقوم الآن بتضليل هذا العمود ثم نذهب إلى علامة تبويب بيانات ومن أدوات البيانات نختار النص إلى أعمدة وتنبثق لنا هذه النافذة نضغط على التالي ثم نقوم بوضع علامة الصح في مربع اختيار مسافة ونقوم بإزالة علامة الصح من مربع اختيار فاصلة أو علامة جدولة نبقيها فقط في مسافة ثم نضغط على التالي ثم إنهاء تلاحظ أنه تم تقسيم الاسم الرباعي إلى أربعة أعمدة في كل عمود اسم منفصل لأن نقوم بتنسيق الجدول أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته